أحد أسباب إحمرار العين اللي هو نزيف الملتحمة نزيف تحت الملتحمة نزيف تحت الملتحمة زي ما بيشوفوا السادة المشاهدين مثلا عندنا في الصورة اللي على اليسار إحمرار موضعي في جزء معين من بياض العين في الصورة اللي في الوسط تقريبا معظم البياض صار لونه أحمر وفي الصورة الأخيرة كل البياض صار لونه أحمر هذه من الأعراض اللي دائما بنشوفها وبينفجع المريض لما نشوفها ويتوقع أنها مشكلة خطيرة وعيّة هي مشكلة بسيطة لكن مهم جدا أن نعرف إيش السبب تبع النزيف الملتحمة بالعادة نزيف الملتحمة مشكلة بسيطة جدا ما منها أي مشكلة على العين لكن لو تكررت في الحالة هذه نحتاج نبحث إلى الأسباب طبعا من أسباب ضربات العين من أسبابها ارتفاع ضغط الدم المفاجئ من أسبابها الكحة الشديدة من أسبابها الإمساك الشديد من أسبابها الأشخاص اللي بيستخدموا مسيلات للدم ممكن أن يحصل عندنا نزيف خارجي تحت الملتحمة الشكل بيخوف أيوة لأنه فيه دم يخوف لكن بالعادة ما فيه خوف على العين خصوصا إذا كان النظر سليم بالعادة تأخذ من أسبوعين إلى أربع أسابيع وتختفي من نفسها لكن مهم جدا أن لو تكررت أن نبحث في الأسباب جميل ما هي عرضها دكتور بس ما لها عرض إنما العين تصير لونها أحمر ما فيه فقدان في النظر ما فيه فقدان في النظر ما فيه آلام ما فيه تحسس من الأضواء إنما إحمرار مفاجئ فجأة بيكون شكله زي ما قلت لك مخيف لكن الأمر بسيط جميل طيب بالنسبة لتشخيص أكل النيكة طبعا نفس النيكة طبعا وبالنسبة لعلاج بالعادة نزيف تحت الملتحمة يأخذ وقته منه سبعين لأربع سابق ويختفي من نفسه بدون علاج بدون علاج بدون علاج قطرات الترطيب قطرات الترطيب ممكن أنها تساعد أن الشخص بس ما يحق عينه أساس بس ما يزيد عندنا النزيف لكن بالعادة يختفي من دون علاج جميل طيب